السلام عليكم تتمى للفيديو السابق الخطوة الثانية هي تركيب المرمى في الجلبة الأمام الجلبة هو هذا كما تشوف هذا الوجه وهذا القفى بالنسبة للمرمى العرب دياله وسط ونص تقريبا نقسم هذه السابق الخطوة الثانية ونضع الجهة الافتحة ونضع القياس بالمرمى ونخرج سنتيم الخياط ونقعد القياس بالمرمى باعث الشكل كانت بتودى باب الفنيتان ومن بعد كانت بتودى بالخيط بما ان الاسم مجلطة باره كان نقعد الفتحة على وجهة الاتوب والجهة التانية كانت نقعد القياس القياس اللي عندي في الجهة واللي تندير في الجهة الثانية ومن بعد كانت بتوت تواب الخيط كانت بتقياس الفتحة فقط أولي كان قد كم كانت شوفو بهذا الشكل ودابا غادي نقلب الجهات بجوج بحلاكة نحط المرمى ونخيطي على القياس ديال الفتحة ونخرج قياس سنتيم سنتيم ونص ومن بعد كانت خيط بالملاقية ديال واحد جهة الفتحة ونحبس ونضع دابا الأمام ديال جلابه فوق الوسادة ونخليها كسنتيم سنتيم ونص في الجهة ديال الفتحة العنق ونبدأ بالملاقية ديال واحد كنتبت الحرير في التوب الحرير مبروم على ثلاثة ديال الشعرات ويبرة رقم خمسة نضرب في المرمى نشرك دابا جلابه مع المرمى بالملاقية ديال واحد ونضرب غرزة الوسط نضرب ثاني في التوب ونضرب في الغرزة اللي عندي الوسط ومن بعد كانت ضرب في المرمى غدي نبقى غدي نستمر بطريقة نحاول الضربة تكون مقادتين ونفس المسافة تكون كل غرزة مقابلة مع الغرزة اللي كانت ضرب في المرمى تابعوا معي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نضرب ونضرب نقوم باقي نضرب 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 بنفس طريقة نخلي واحد ونصف ونبدأ بالملاقية نجيل واحد اشتركوا في القناة خيط على قياس الفتحة ونوقف ونقلب الامام جلج اللابا ونقص بالقالم القياس اللي غادي نقطع بالمقص على حد اخر غرزة نقص ونقص بالمقص نمر الجهة الخرطية بنفس طريقة نحيده بعض الخيوطة اللي تبت بمفتحة وهذا الطرف الزائد نقطعه الجهة للفتحة من بعد من اللي غادي للاسخ القبرا غضي نفي نهاية شي كامل وبعد طريقة من ثم يقوم بتطيع الكتاف ويقوم بتطيع الكتاف نكمل الجهة الثانية نطوي على الجفن نطوي على الجفن نطوي بها الشكل ويقوم بتطيع الكتاف نقوم بتطيع الكتاف ويقوم بتطيع الكتاف تطيع الكتاف كنتبت الجيهات بجوج بالخيط كنتبت الجيهات الثانية كنتبتها بنفس الطريقة كنتبت الجيهات بالخيط أما تشيل أبقا وكنكمله تركيب الأمرماء بال PROHANA ب nenhuma يوال الواحد نكمل واحد الجهة ونبعد ننتقل الجهة الأخرى تابعوا معي تابعوا معي تابعوا معي تابعوا معي نكمل الملاقية ونبعد الخشية الابرة ونوقف أخذ الملف ثم تل هذا الحد ونوقف ومن بعد نمر للجهة الثانية نخدمها بنفس الطريقة ثم ثم اشتركوا في القناة تركيب المرماء يجعلها تشكل كما تشوفه ثم ضربت مقاعدين ثم ثم تل هذا الحد ونحبس كانت من الفيديو اليوم يكون مفيد تتم في الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامة بالفعل